نعم الحادث قبل قليل كان في منطقة مواصف مدينة خانيونس في المنطقة الغربية لمدينة خانيونس الجيش الإسرائيل استهدف خيام العائلات النازحة بأكثر من عشرة صواريخ بحسب الزملاء الصحفيين الموجودين في هذه المنطقة فإن حزام ناري شنته طائرات الإسرائيلية على سكان هذه المنطقة وهم من العائلات النازحة هذه المنطقة فيها عدد كبير من المئات الآلاف من خيام العائلات النازحة موجودة في منطقة مواصف مدينة خانيونس الجيش الإسرائيل لشن حزام ناري على هذه المنطقة استهدف الخيام بشكل مباشر لا يوجد هناك أي مبنى ولا غرفة مصنوعة أو مبنية من الإسمنت أو الباطون نتحدث هنا عن خيام فقط منطقة خيام العائلات النازحة في منطقة شارع النصفي المنطقة الغربية لمدينة خانيونس هذا الاستهداف حتى هذه اللحظة بحسب الإحصائية الأولية للمكتب الإعلامي الحكومي فإن عدد المصابين والضحايا وصلوا إلى مئة تقريبا حتى هذه اللحظة والحديث يدرعا أكثر من خمسين ضحية وصلوا إلى مستشفى ناصر غرب مدينة خانيونس حتى هذه اللحظة يتم نقل الإصابات لأن الاستهدافات كانت على مراحل متتالية المرحلة الأولى كان بشن حزام ناري باتجاه هذه الخيام وهؤلاء السكان الموجودين في منطقة مراخز الخيام والإيواء في غرب خانيونس وما أن وصلت إلى هذه المنطقة ومنطقة الاستهداف مجموعة من رجال الدفاع المدني تم استهدافهم بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيرة وسقطوا ضحايا وإصابات وأيضا نقلوا إلى المستشفى ثم وصلت طائرة كواد كابتر إلى المنطقة وباتت تطلق النار على بعض السكان في هذه المنطقة عدد كبير من الإصابات دفنوا تحت الرمال بسبب الحفرة الكبيرة التي أحدثها الجيش الإسرائيلي بعد هذا الاستهداف الكبير وهذا الحزام الناري في منطقة لا تقوى على التصدي أو الاحتماء من هذه الصواريخ نتحدث عن عدد كبير من المصابين والضحايا قذفتهم أو ألقتهم الصواريخ وشدتها إلى مناطق بعيدة على بعد ما يقارب من كيلومتر بالإضافة إلى أن ما يقارب من عدد كبير من الإصابات الذين وصلوا إلى مستشفى ناصر كانوا من الأطفال أعمارهم أقل من عامين وصلوا إلى المستشفيات الميدانية يشارك في هذه العملية عملية نقل المصابين سيرات الإسعاف والسيرات المدنية بالإضافة إلى العربات التي يجرها الدواب ينقل حتى هذه اللحظة إصابات هناك عدد كبير من السكان يحاول البحث عن أقارب تحت الرمال بسبب الحفرة الكبيرة التي أحدثها الجيش الإسرائيلي بعد هذا الاستهداف لهذه الخيامة الآن المستشفيات تتحدث عن حاجتها الماسة للتبرع بوحدات دم لإنقاذ حياة عدد كبير من المصابين الذين وصلوا من هذا الاستهداف بالإضافة إلى أن المستشفيات في مدينة خانيوس بات تتحدث عن عدم قدرتها على التعامل مع كل هذا الكبير من المصابين وقد يتم إرسال عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى أسامة هل هذا نفس السيناريو الذي حدث قبل فترة ومن ثم تم الإعلان بأن إسرائيل تمكنت من تحرير إحدى الرهائن لدى حماس نفس السيناريو تقريبا أو هذا ما مثلا يتم تداوله الآن بعد هذه العملية هذا نفس السيناريو الذي تحدثت فيه إسرائيل قبل عدة أسابيع تقريبا عندما استهدفت خيام النازحين في منطقة البراكسات في المنطقة الغربية لمدينة رفح قبل عملية النزوح الكبيرة من هذه المدينة الجيش الإسرائيلي ارتكب أيضا مجزرة مماثلة بإطلاق عدد كبير من الصواريخ على الخيام للعائلات النازحة في منطقة البراكسات القريبة من مقر الأنورو في منطقة غرب مدينة رفح وهذا الاستهداف كان لحينها خلف أيضا عدد كبير من الضحايا وأدى أيضا إلى عملية نزوح للسكان والعائلات النازحة من منطقة غرب مدينة رفح هرب من هذه القذائف التي بدأت تساقط على السكان هذه عملية مشابهة ما جرع حول عملية تحرير سابقة كانت في منطقة مخيم النسارات وفي منطقة غرب مدينة رفح سابقة ولكن نتحدث عن منطقة خيام هذه ليس المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي خيام العائلات النازحة ولكن هذه المرة استخدم كم كبير من القذائف والصواريخ التي انفجرت ودمرت كل المكان ومسحت عدد كبير من الخيام الموجودة في هذه المنطقة أتحدث معك وهناك عائلات كثيرة تحاول البحث عن بقايا إجساد أقاربهم تحت الرمال التي دفنت تحتها عدد كبير من المصابين لأن الحفرة التي أحدثها هذا الانفجار كبير جدا وبالأمس أيضا الجيش الإسرائيلي استهدف مقر لتوزيع مقر المساعدات في منطقة مدينة خنيونس يعني لا أمان لأحد ولا مكان آمن ولا حصانة لأي مكان هنا فيه حتى وإن كان داخل مراكز الإيواء في منطقة غرب مدينة خنيونس والتي يدعي فيها الجيش على أن هذه المنطقة هي منطقة آمنة شكرا على كل هذه الإضاحات تتمنى طبعا لك ولفريق العمل السلامة من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحداث أسامة الكحلوت ترجمة نانسي قنقر